اهلا وسهلا بكم مشاهدين العزاء في تقرير جديد كما عودناكم من ايكوتي جلوبل ماركتز معكم رائد الخضر نتحدث في هذا التقرير عن مجموعة من النقاط الرئيسية وبلا شك سنبدأ مع التوتر الحاد الذي يوجد حاليا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية وتراشق الاتهامات وتراشق التهديدات كذلك الأمر ذلك أثر بشكل عام على مود المستثمرين وبالتالي كان هناك نوع من التخرجات من أسواق الأسهم وتراجعات في الأسواق الأسيوية والأسواق الأمريكية بعض الشيء من المتوقع أن يكون هذا التراجع معه خلال الفترة المسائية طبعا الـ no risk appetite أو بمعنى آخر انخفاض شهيد المخاطرة وجهت المستثمرين إلى الملاذات الآمنة فرأينا ارتفاعات قوية للفرنك سويسري أمام الدولار وأمام اليورو كذلك رأينا ارتفاعات لأسعار الذهب مجددا فوق مستويات الـ 1269 دولار للأنصة وبالتالي الانخفاض الحاد الذي كان بنتيجة قوة الدولار الأمريكي تم محوه بالكامل تقريبا وعودة للاتجاه الصاعد على أسعار الذهب أيضا بخلاف هذه النقطة لازل نزال ننتظر بيانات مهمة في هذا الأسبوع الأعيون والأنظار تتجه نحو بيانات يوم الجمعة وبيانات تضخم من الولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير في الأسواق طبعا هذه البيانات من المهم جدا متابعتها لأنها سوف تغير في لكنة وحديث أعضاء الفيدرالي الأمريكي وفي اجتماع الفيدرالي الأمريكي إذا ما جاء التضخم دون التوقعات أي بمعنى آخر أن الفيدرالي قد لا يكون مستعجلا لرفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للوضع الاقتصادي الأمريكي طبعا الدولار الأمريكي يوقف عملية النشاط والارتفاع التي بدأت منذ يوم الجمعة مع البيانات الإيجابية من سوق العمل ويستقر تدريجيا كأداء لزوج يورو دولار أمريكي نلاحظ أنه مستقر ومتماسك فوق مستويات الدعم الموافقة لي 1.1725 الاستقرار فوق هذه المستويات يتيح الآن المجال لمزيد من الارتفاعات التداولات الآن على ما أعتقد عند مستويات 45 1.1745 والهدف هو عند 1.18 بلا شك اختراق فوق مستويات 1.18 سوف يعني عودة للاتجاه العام الصاعد على الزوج يورو دولار أمريكي وأن الاتجاه السابق كانت حركة عرضية مؤقتة وطبعا الانخفاض السابق في الزوج كان مؤقتا طالما هو منتين التداول فوق مستويات السابتاش 25 التي كان قد ارتد منها ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوعين الماضيات كذلك الأمر الذهب الذي يتاح أمامه المجال لمزيد من الارتفاعات قد تصل إلى مستويات الـ 1274 أو 1275 دولار للأنصة كأهداف أولية بالنسبة لأنصة الذهب نختم التقرير بتذكرة حول ما يسمى باجتماع أوبك أو التقرير الشهري لأوبك عفوا الذي سيصدر يوم الجمعة أو يوم الخميس عفوا وننتظر أيضا تقرير آخر من وكالة الطاقة طبعا أسعار النفط متماسكة دون مستويات 49 ومن المتوقع بشكل كبير أن تتجاوز مستويات 50 دولار للبرميل وطبعا الحديث هنا عن WTI لمزيد من البيانات والمعلومات يمكنكم زيارة غرفة الأخبار الرابط موجود أسفل هذا الفيديو وأيضا لدينا مجموعة من الويبنرات المهمة خلال هذا الأسبوع التي تتناول النفط على وجه التحديد اليوم لدينا ويبنر خاص للأستاذ نور الدين الحموري سوف يكون في مساء هذا اليوم بإمكانكم متابعة الفيديو وطبعا الويبنر من خلال الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة